ممثلين بطلبات جدا غريبة هذا الفيديو راح يكون شيء خفيف كذا بتكلم معاكم عن بعض الممثلين اللي طلبوا طلبات جدا غريبة من المنتجين ممكن بعضكم يعرف هذا الطلبات وشافها في مكان ثاني غير هنا فإذا انت شفتها أوكي انشر المقطع للناس ثانية ممكن غيرك ما يكون يعرف عنها وإذا ما كنتم تعرفون في هذه القائمة فإن شاء الله ان هذا الفيديو يعجبكم أوكي خلونا ما نطول ويلا نبدأ أول ممثل معنا هو الممثل ويل سميث طبعا هذا الممثل طلب طلبات جدا تعجزية للناس اللي كان يشتغل معاهم أثناء تصويره لفيلم مان ان بلاك ثري أول طلبين هو انهم يجبون له مقطورتين جدا ضخمين واحد منهم يكون مكان فيه مكتب واشياء يشتغل فيها والمقطورة الثانية يكون فيها جيم ومطبخ وغرفة نوم خاصة فيه والطلب الثالث واللي كان جدا سخيف للأمانة هو انهم ينزلون في حسابه 9000 دولار شهريا طول فترة تصويره الفيلم مان ان بلاك ثري وطبعا أهل المنطقة اللي كانوا فيها هذه المقطورتين جدا مستئين من الموضوع وكانت جدا مزعجة لهم وبعضهم أشتكى عليه عند الجهات المختصة للأمانة طلبات جدا غريبة من الممثل ويل سميث وبما ان تكلمنا عن الممثل ويل سميث فحاب أنصحكم بمتابعة فيلم برسوت أوف هابينيس واحد من أكثر الأفلام الممتعة للممثل ويل سميث وأكثرهم إبداعا والممثل الثاني معنا هو الممثل جوني ديب واللي كان طلبه جدا جدا غريب يا جماعة طبعا معروف أنت كممثل لازم أنك تحفظ النصوص اللي راح تقولها في الفيلم وتكون متدرب عليها قبل لا تبدأ التصوير أما الممثل جوني ديب فاختصر كل هذا الموضوع أثناء تصويره لفيلم بايرتز أوف ذا كاريبين وطلب من المنتجين أنه موظفون واحد يركب سماعة في إذن جوني ديب ويبدأ ينقلها الحوارات اللي قولها أثناء المشهد وهذا فعلا اللي صار أن الممثل جوني ديب طول فترة تصوير هذا الفيلم كان يسمع الحوارات من شخص آخر وهو ما حفظ أي شيء وبما أنه تكلمنا عن جوني ديب فأنصحكم بمتابعة فيلم سويني توت واحد من أفلام جوني ديب اللي استمتعت في كل ثانية ونتابعها وكان له جو خاص تماما في ما شفته في أي فيلم من هذا النوع والممثل الثالث معنا هو توم كروز واللي طلب شي جدا غريب يا جماعة أنا ما نعارف الرجال هذا عايش في نوع معين من الرفاهية ما في أي ممثل وصل له لحد الآن أو نقدر نقول لحد الآن ما في ممثل فكر بهذه الطلبات أوكي الطلب كان أنه يجيب مصممين أزياء محترفين علشان يصممون له ملابسها الداخلية ويأخذ راحته أثناء تصوير مشاهد الأكشن في الأفلام يعني صراحة ما أدري وش خلل جاكي شان اللي كان يشق نفسه يا جماعة علشان يصور لنا مشاهد الأكشن بدون ملابس داخلية يعني يعني ما كان يوصل له أوكي أوكي اللي بقوله أن توم كروز مدلع يا جماعة وبما أننا تكلمنا عن الممثل توم كروز فانصحكم بمتابعة فيلم توب جان مافريك واللي كان فيلم جدا رهيب واستمتعت في كل ثانية فيه والممثل الأخير معنا هو جورج كلوني واللي طلب حوض استحمام ساخن وحديقة خاصة وفيها ملعب كرة سلة وهذه كانت شوية من طلباتها الغريبة اللي طلبها أثناء تصويره الفيلم جرافتي طبعا هذا الممثل من الأساس هو دائما يطلب طلبات غريبة ودائما يأخذ مبالغ غالية على أدوار جدا بسيطة أقلها لو ظهر كم ثانية فقط في أي إعلان وطبعا بما أننا تكلمنا عن الممثل جورج كلوني أنصحكم بمتابعة فيلم The Perfect Storm واحد من الأفلام اللي رح يأخذكم في رحلة مليئة بالمشاعر واللحظات الغريبة والصعبة وهنا وصلنا لنهاية الفيديو وأتمنى أن المقطع كان ممتع بالنسبة لكم ولا تنسون تنشرون القناة للناس اللي تحب الأفلام يطيقكم ألف عافية لمشاهدة ومع السلامة